السلام عليكم ورحمة الله اهلا بكم في فيديو جديد على قناة التكامل والتقني ان شاء الله النهاردة هقول لكم ازاي تنقل او تنسخ ملفات من زاكرة الهاتف للزاكرة الخارجية تمام ان شاء الله النهاردة هقول لكم ازاي تنقل اغاني او فيديوهات او اي شيء من زاكرة الهاتف للزاكرة الخارجية اللي هي الموماريكارد تمام بطريقة سهلة جدا وان شاء الله هشرح لكم الطريقة على تلفونين اتنين لان الطريقة بتختلف من موبايل التاني يعني ان هشرح لكم على موبايل او اتنين وبردك ممكن تلاقيها في اختلاف عندك بس انا هديكم الفكرة المهمة في الشرح تمام علشان لو الموبايل بتاعك في اختلاف عن الموبايل اللي هشرح عليه دوت تقدر اللي انت تنسخ اي اغنية من اي اغنية او اي فيديو او اي لعبة او اي شيء من زاكرة الهاتف للزاكرة الخارجية اللي هي الموماريكارد بس قبل الابدأ الشرح بنتمنى لو انتم اول مرة تشوفوا فيديوهاتنا تشتركوا فيها القناة وتفعلوا الجراز على الكل علشان اولا ما نعمل اي فيديو جديد يوصل لكم اشعار بيه طيب دلوقتي بقى هقول لكم ازاي هنقل على سبيل المثال ريديوهات او اغاني او العاب او اي شيء من زاكرة الهاتف الداخلية لزاكرة خارجية وزاكرة الخارجية ديت بقى ممكن تكون موماريكارد او مساحة اخرى على الهاتف تمام فالطريقة تبقى واحد طيب اول حاجة هنجي على ملفاتي تمام هبدو اضغط على ملفاتي الداخلية والزاكرة الخارجية تمام فاول حاجة هبدو اضغط على ملفاتي بالشكل ده طيب بعد ما اضغط على ملفاتي قولينا هو وحدة التخزين الداخلية وهاللاحظ تحتها بطاقة اس دي طيب المقصود بوحدة التخزين الداخلية ديت اللي هي مساحة الهاتف تمام المساحة الداخلية للهاتف والبطاقة اس دي ديت لو انت مركب اي زاكرة خارجية تمام سواء بقى موماريكارد او اي شيء تاني طيب انا الوقتي عايز انقل اي حاجة من الهاتف او انسخ اي حاجة من الهاتف للزاكرة الخارجية هعمل ايه هبدو اضغط كده على وحدة التخزين الداخلية بالشكل ده طيب بعد ما اضغط على وحدة التخزين الداخلية هلاحظ ان هو هنا هدخلني على جميع الملفات اللي هي موجودة على الهاتف طيب انت مثلا لو عندك اغاني او فيديو او العاب او اي حاجة عاستنقلها هتشوفها موجودة فين على مساحة الهاتف تمام على سبيل المثال عندي هنا ملفات او اغاني بمعنى اصح موجودة مثلا انا حاطتها او محملها في الدولود تمام طيب انا بقى عايز انقل الاغاني دي او ملفات الامبسيري دي في الزاكرة الخارجية طيب انقلها ازاي او هنسخها ازاي اهم حاجة هتعملها سواء في اختلاف عندك في الموبايل او ما فيش علشان تظهر كلمة ناسخة او ناقل كل اللي هنعمله هتيجي على اي نرمة او اي لعبة او اي فيديو وهتبدأ تضغط دغطة طويلة بالشكل ده كده لو هلاحظ بعد ما انا دغطت دغطة طويلة على الشاشة هلاحظ زهر اللي هنا هوت قصات كل ملف او قصات كل اغنية او قصات كل فيديو زهر اللي دايرة الدايرة ديت علشان لو انت عايز تحدد لو انت عايز تنقل كله مرة واحدة تمام هتضغط على الكل شايفين الكل اللي فوق ديت مجرد ما هتضغط على الدايرة اللي فوقها بالشكل ده يبقى انا كده اي حددت الكل لو انا عايز انسخ كل الاغاني اللي عندي او انقلها في زاكرة الخارجية انا كده حددته كله طيب بعد ما حددته كله هعمل ايه هاجي على تلس شرط اللي هم في اعلى الشاشة ينحت الشمال بالشكل ده وهبدأ اضغط عليهم طيب بعد ما تغطى عليهم بقول لي نوت اول حاجة هنائل اللي تانى حاجة هنسخ طيب لو انا اخترت اول حاجة نائلة ديت كده انت هتنقل جميع الملفات للزاكرة الخارجية ومش هيبقى موجود منهم اي حاجة في زاكرة الهاتف يعني انت هتنقلهم كلهم في زاكرة خارجية ومش هيبقى في نسخة تانية منهم موجودة في زاكرة الهاتف تمام طيب اما لو انت عايز بقى تاخد نسخة منهم للزاكرة الخارجية وفي نفس الوقت يكون موجود منهم نسخة في زاكرة الهاتف فهتختار ايه نسخ اللي هي تنا حاجة ديت تمام هتختار نسخ وده ما احنا اقول لأول حاجة نائلة ديت يعني انت بتنقلهم يعني اذا مش تبقى فيه نسخة تانية موجودة على الهاتف من الاجاندية او الفيديو او اي حاجة انت عايس تنقله فانت هتختار نسخ نسخ دي يعني ايه نسخ يعني انت هتاخد نسخة وهتسيب النسخة الاساسية موجودة تمام طيب بعد ما انا بضغط على نسخ بالشكل ده كده اللاحز النظام اللي هنا هوت بقول لي وحدة التخزين الداخلية وبطاقة اس دي طبعا انت هتختار بطاقة اس دي تمام هتختار بطاقة اس دي طيب بعد ما اختار بطاقة اس دي هتشوف المكان انه اللي انت عايز تنسخ فيه الملفات تمام انا على سبيل المثال هجي جوه الفولدر ده كده بعد كده هتضغط على تم بالشكل ده هلاحظ ان هو كده نقل جميع الملفات اللي انا عملت لها ناس طيب هنكامل بقى على موبايل تاني عشان فيه اختلاف بردك ما بين الموبايل ده الموبايل التاني طيب دوت موبايل تاني اوت اشاره لكم بردك فيه ازاي هتقدر تنسخ الملفات من بطاقة الزاكرة الداخلية البطاقة الزاكرة الخارجية اول حاجة هنختار مجر الملفات ليه هنختار مجر الملفات لانه مجر الملفات دوت هو ده اللي جواه المساحة بتاع تخزين الداخلية والخارجية تمام طيب هبدا اضغط على المجر الملفات بالشكل ده ولو والله حس بعد ما اضغط على مجرد الملفات بولينا هو وحدة تخزين الهاتف اللي هي تمانية جيجا وبطاقة الزاكرة سبعة جيجا تمام? وحدة تخزين الهاتف ديت وحدة تخزين الهاتف ديت اللي هي المساحة الداخلية للهاتف. وبطاقة الزاكرة ديت اللي هي الزاكرة الخارجية اللي هي زي المومة ريكاردة او اي شيء تاني تمام? طيب ان الوقت بقى عايز انسخ ملفات سواء اغاني او فيديوهات او اي شيء من الهاتف للبطاقة الزاكرة الخارجية. هبدأ اضغط كده على وحدة تخزين الهاتف بالشكل ده كده. وهشوف الاغاني او الفيديو او الملفات اللي انا عايز اناقلها. تمام? على سبيل المثال ديت اغاني هنا هي. طيب انا عايز اعمل لها نسخ للزاكرة الخارجية. كل اللي اعمله هبدأ اضغط ضغطة طويلة كده على اي اغنية منهم او على اي ملف منهم بالشكل ده. ضغطة طويلة بصابع على الشاشة. طيب ان انا اغطي ضغطة طويلة. بقول لي هنا هو. عايز تحدد الكل الفوق. لو انا عايز انا الكله مvesل واحدة هضغط على تحديد الكل. تمام? طيب ان مش عايز الكل عايز انا الناردة واحدة او اتنين هعمل ايه? هبدأ كده ارضي تحدد الكل الاول. وه學لم كده ايه? على سبيل المثال انار BRIAN او اتنين من دول. ولو انا عايز انا الكله هضغط على تحديد الكل. تمام? طيب بعد كده نلاحز ان علامة المأص ديت معنى المقص ديت لديت ناقل. تمام? يعني انا هنقلهم. طيب انا عايز انسخ. عايز انسخهم هاجي على المربعين الصغيرين دول وهبدأ اضغط عليهم بالشكل ده كده. او بعد ما تغطى عليهم يقول لي انت عايز تنسخ في وحدة التخزين الهاتف او بطاقة الزاكرة تمام? هبدأ اضغط كده على بطاقة الزاكرة الخارجية بالشكل ده كده او بطاقة الزاكرة. وهبدأ اشوف المكان اللي انا عايز انسخ فيه الاغاني اللي انا حددتها. على سبيل المثال هاجي كده. على تمام? وكاتب لي هنا هوات تمام? كاتب لي هنا هوات. هبدأ اضغط على بالشكل ده. هلاحز ان هو هنا هوات. ويبدأ ان هو ينسخ لي جميع الاغاني اللي انا حددتها تمام? كذلك الاطلاق ده ممكن تنفزها بقى سواء على اغاني او فيديو او العاب او اي شيء. ومال شرط ان انت عشان تعمل لازم تخش جوه فولدر من دول. لأ ممكن تيجي بره برده بكده واتليك هاتب لك كلمة لاصق. وبكده هنكون وصلنا لنهاية الفيديو. وازا عجبك الفيديو اضغط لايك. ما تنسوش تجارك في القناة. سنشجعونا اللي اهلم لكم الجهات جديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.